تحية طيبة وبعد بالإشارة إلى الخطاب الوارد إلى النادي الأهلي بتاريخ 5-7-2018 وفي تمام الساعة 11-10 صباحا بتوقيع السيد عماد بركات والذي يختر النادي نفيدكم علما بعدم رغبتنا في إتمام التعاقد معكم الأهلي بيقول لصلة جالنا جواب منكم ممضي من الأستاذ عماد بركات بيقول أنه أنتو مش عايزين تتعاونوا أو مش عايزين تكملوا التعاقد معنا طيب وبيقول لهم ولما كان السيد المذكور ليس أحد الممثلين الرسميين لشركة صلة الرياضية في الممارسة المحدودة المشار إليها فإنه لا يكون له أي صفة رسمية في التخاطب مع النادي الأهلي بخصوص أي أمر أو أي شيء متعلق بالممارسة المحدودة المشار إليها برجاء التفضل يعني الأهلي بقول في تعاقدنا مع حضراتكم الاتنين الممثلين المعتمدين عندنا زي ما أنتو حددتوهم ما فهمش الأستاذ عماد بركات فأنتو قلولنا الرجل ده بيمثل الشركة ولا بيمثلهاش برجاء التفضل بالعمل والإحاطة وإفادة النادي الأهلي بموقف الشركة النهائي من استكمال إجراءات التعاقد في تلك الممارسة بعد خطاب الترسية الصادر من النادي الأهلي للشركة بتاريخ اتنين ستة 2018 يعني بالزبط من شهر ويومين بشأن ترسية الممارسة رقم ستاشر للعام المالي 2017-2018 والخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم رياضية وذلك تنفيذا لما جاء بكراسة الشروط في تلك الممارسة وتقبلوا وافر التحية لمدير التنفيذي محمد مرجان قلونا بالزبط الرجل ده يمثلكم ولا يمثلكوش أنتوا محددتهوش ضمن الاتنين المعتمدين الرسميين في المكادة بينا وبينكم وفي التعاقد اللي تمت بينا وبينكم وفي الترسية اللي تمت في اتنين ستة لو الرجل الأستاذ عمد بركات الوارد منه الخطاب بيمثل هذه الشركة هنبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية لو أي حاجة غير كده نحاول نستوضح هذا الموقف فبالزبط ده الرد بتاع النادي الأهلي على شركة صلة هنا ايه اللي ممكن يحصل شركة صلة خدت حق رعاية النادي الأهلي بنص مليار بخمسمائة مليون جنيه بعد سبق كبير كان فيه ثلاث أطراف كانت شركة صلة شركة احدى الشركات او شركات الاستثمارة العربية المحترمة وكالة الأهرام للإعلان واحدة من أهم وأقوى وكالات الإعلان في الشرق الأوسط ناتجة عن مؤسسة هي الأعرق في الشرق الأوسط كله متضامنة مع وكالة الأخبار الممثلة لمؤسسة أخبار اليوم وكالة المؤسسات الصحفية في مصر الكبرى فإحنا بنتكلم على كيانات وطنية محترمة ثم شركة بريزنتيشن برضو من شركات الرعاية الرياضية المحترمة والرعي الرسمي للكرة المصرية وصحبة البصمة الكبيرة على مسيرة المنتخب الوطني وكل المنتخبات فأنا بصدد حالة من التنافس الكبير جدا بين هذه الكيانات الاقتصادية العملاقة صلة أهراموا أخبار بريزنتيشن بعد جولة صعبة جدا بعد منافسة حامية جدا رسي الوضع على شركة صلة بخمسمائة مليون جنيه نص مليار لمدة أربع سنين العرض التالي ليه يمكن بريزنتيشن على معرفته وقتها كانت وقفت عند ربعمية والأهرام مع الأخبار الاتنين متضامنين مع بعض ووصلوا لربعمية وتمانين فيما أذكر فبالتالي فازت صلة بهذا العطاء أو بهذه المزايدة طب النهاردة لما صلة بتنسحب لسبب أو لآخر هما كل واحد حر في أنه هيكمل جيم أو ما يكملهوش بس الأمور كلها بتترتب عليها أوضاع قانونية الوضع القانوني اللي بيتم الوضع القانوني اللي بيتم النادي الأهلي بيبعث للجاهة الإدارية قولنا يا جماعة بعد استفتاء أصحاب الشأن والجهات الرقابية والمحاسبية أنا هنا مطالب قانوناً أعمل إيه؟ هل يتم نقل العطاء لرقم اتنين مباشرةً؟ يعني خلاص صلة طلعت برى السبق اعتذرت الوضع القانوني بالنسبة لها إيه؟ هي بتتحمل الجزاءات الوردة في العقد كان عندها رقم تأميني حطاه في البداية أعتقد كان خمسين مليون قانوناً هي بتتحمل فرق السعر عند الترسيع على اللي بعد منه يعني أنا لما أجي أخذ رقم اتنين رقم واحد اللي خرج هو السعر اللي كان وصله وبيدفع الفرق دينا واحد قانونية في قانون المناقصات ولا أنا مطالب أن أعمل طرح جديد وأعمل كراسة جديدة وأعيد اللعبة من جديد بعد استبعاد اللي مش عايز يدخل فبالتالي الأمر كله النادي الأهلي حريص رقم واحد على منتهى الشفافية والوضوح واحترام القانون بكل صراحة وضوح رقم اتنين حريص على احترام حقوق كل الشركاء والرعاء اللي ممكن يرتبطوا بيه مبدأه دايما باستمرار كان وده تلاحظوه ثابت باستمرار وين عند وين أنا بكسب و بكسبك أنت مش جاي تقدم لي خدمة أو غرض أو محدش يفهم أن أنت جاي تديني خدمة من عندك لا أنت جاي تتعاقد معايا على أداء خدمة إعلانية أنت حتستفيد منها كشركة وأنا مستفيد منها كنادي وبالتالي المنفعة متبادلة بين الطرفين الطرف اللي مش حيدخل بيتم تسويت أو ترسية الوضع القانوني على الطرف التاني الأهل حينتظر مؤكد الرد من الجهة الإدارية من الجهات الرقابية والمحاسبية جهاز المركزي للمحاسبات الجهة الإدارية وزارة الشباب والرياضة ومديرت الشباب والرياضة في القاهرة الوضع القانوني اللي المفروض يتعامل في هذه الحالة لكن المؤكد اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم اتطمنوا جدا 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 اللي بيرتبط بالنادي الأهلي مؤكد هو الكسبان أي شركة أو أي وكالة محترمة بتتعامل مع النادي الأهلي عارفة هي بتتعامل مع كيان يملك أعلى وأفضل ضمانات النجاح الاقتصابي وعارفة إنه مكان زي النادي الأهلي بحجمه وقمته وشعبيته وفضل حضراتكم كجمهور وارتباطكم بالنادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي وسمعة النادي الأهلي في السوق بتخلي أي طرف يتعامل مع النادي الأهلي بيتعامل وهو الضامن تحقيق أعلى درجات الربحية فبالتالي فيش أي مشكلة على الإطلاق بالعكس الأمور دايما وأبدا مزيد من المنافسين مزيد من التقدم مزيد من المنافسة مزيد من ارتفاع السعر مزيد من المنافسة مزيد من استنهاض الهمم لبزل الكثير من أفكار وأنماط الاستثمار وتنمية الموارد